التاريخ لا ينسى ولا يرحم الاتحاد الروسي بعظمته ضد دولة مسلمة صغيرة لا حول لها ولا قوة هجمات متتالية طوال عام كامل قادتها وحدات الجيش الروسي على الشيشان رضخ الروس لوقف اطلاق النار بعد انواجه وحوشا يذودون عن ارضهم ونساء بدور بطولي نساء لم يوقف جمالهن الساحر بطولاتهن وانتصاراتهن للدفاع عن الوطن لم يدافعن عن الارض فقط بل انتقلنا الى ارض العدو ايضا ذهب الرئيس الروسي وجاء من بعده اخر حامل النار الانتقام في صدره والدولة الصغيرة مغلوب على امرها تدافع عن نفسها بامكاناتها البسيطة ولكن بعزيمة تفتت الصخرة وتهز الجبال حرب روسيا في الشيشان في القرن التاسع عشر وفي الحرب الاولى استطاع الاتحاد السوفيتي السيطرة على الشيشان وجعلها تحت وصايته لكن ومع نهاية القرن العشرين اخذ الشيشانيون بثأرهم وطردوا المحتل السوفيتي خصوصا مع انشغاله بلملمة ما تبقى من الدولة عام واحد وتسعين وخلال عام من الاستقلال دخلت الشيشان في حرب اهلية وانقسمت الى قسمين حتى جاء عام اربعة وتسعين وعادت القوات الروسية الى الشيشان لاستعادة النظام الدستوري دارت معارك وحشية وقتال دام خلال عامين قتل خلالها ما يصل الى مائة الف شخص ما ادى لوقف القتال وسحب روسيا لجنودها من جمهورية الشيشان جراء الخسائر الفادحة في الارواح والعتاد دخل الجيش الروسي الى الشيشان عام 95 وارتكب مجازر بشعة لقد وصلوا بجيش قوامه 30 الف مقاتل لم يعد منهم سوى الآلاف عندما هدأت الحرب او قدها فلاديمير بوتين اذ جاء منتقما وما وصوله للحكم الا فرصة ليأخذ ثأر الجنود الروس وينتقم اشد انتقام من الشيشانيين الذين دافعوا عن ارضهم فبوتين لا يهمه اكان على حق او على باطل فالمهم ان يسترد كرامة دولته ولو على حساب دولة ضعيفة دولة اصبحت النساء فيها تحتجز رهائنا العدو دولة كثرت فيها النساء المسلحات ليساعدنا الرجال للدفاع عن الوطن وقالت احدى هؤلاء المسلحات في فيديو مسجل لا يهمنا ان متنا لقد اخترنا ان نموت هنا في موسكو وسنأخذ معنا ارواح الكفار اذا كانت النساء هكذا فكيف بالرجال عندها فشلت روسيا حقا في حرب السنوات الثلاثة وتأججت بداخلها نار الانتقام فقررت العودة للاراضي الشيشانية اطلق فلاديمر جيشه وقصف برا وجوا وخلال شهر واحد دمر ستين بالمئة من البنية التحتية للشيشان مجية بوتين شملت الارواح المسلمة كذلك لكنه اخذ درسه من الحرب الاولى فجاء بطريقة جديدة معروفة بالارض المحروفة تم قصف وتدمير القرى والمدن الاهلة بالسكان ليهجرها من بقي فيها حيا وينزح الى منطقة امنة وفي عام الفين واثنين صارت عاصمة الشيشان جروزني خالية من الناس عندها دخل الجيش الروسي الى العاصمة ورفع اعلامهم وبين غارات متواصلة وسرق ونهب وقتل وتفجير وتدمير انتهت الحياة تماما في الشيشان وقتل خلال هذه الفترة مئتا الف شخص وفي العام الفين وتسعة اعلنت الحكومة الروسية انتهاء العمليات العسكرية في الشيشان وسحب الجزء الاكبر من جيشها بعد بحور من الدم وبعد ان انتهكت الحقوق الانسانية ودمرت كل ما استطاعت من مظاهر الحياة لكن بالمقابل الشيشانيون لم يصمتوا وقتلوا الكثير من الجنود الروس بين عمليات انتحارية ومباني مفخخة وعمليات نوعية وكبد الروس خسائر بالغة واعلنوا للعالم على الرغم من قلتهم وضعفهم بانهم لن يتركوا حقهم وسيقاتلون حتى اخر رمق في سبيل الاستقلال وهو ما حدا